هذه هي المرة الثالثة التي تجري فيها مفوضية الانتخابات عملية محاكاة ليوم الاقتراع والتي يمكن لنا تسميتها بمحاكاة التوقع لأنها انبنت على توقع عطل بعض الأجهزة الألكترونية في يوم الاقتراع وكيفية تلافي ذلك من دون التأثير على نتائج التصويت هذه التجربة تضرب فيها المفوضية عصفورين بحجر كما يقال فهي من باب ترسل رسائل اطمئنان للكتل والاقتلافات حول كفاءة الأجهزة المستخدمة في العملية الانتخابية وكذلك تتلافى الأخطاء التي قد تحصل في يوم الاقتراع الأجهزة فعالة جدا وعملت بكفاءة عالية وعطت نفس النتائج التي كانت موجودة في أوراق الاقتراع التدريبية وعن استخدام جهاز السيكوس أو ما يعرف بجهاز العد والفرز الألكتروني أوضح مدير الإجراءات والتدريب في مكتب الرصافة أن هذا الجهاز لا يستخدم إلا في الحالات الطارئة التي قد تتعرض لها بعض المحطات لا سيما في حال عطل صندوق الاقتراع الألكتروني ويستعاض عنه بهذا الجهاز لا سامح الله انتعرض هذا الجهاز لخلل فني أو لوجود مشكلة طبيعية أو أمنية عاقة العمل بهذا الجهاز احنا راح نستخدم جهاز السيكوس اللي هو جهاز المركز عند بدأ عملية العد والفرز في نهاية الاقتراع راح يتم رزم الأوراق من المحطة واتخالها بهذا الجهاز جهاز بعدها وفرزها وإظهار الباطلة والصحيحة وفرز الأصوات للكيانات والمرشحين من بغداد وليد الشيخ الحرة